حصلتش في العالم ممكن من مئة سنة من كل أنواع الإضطرابات والقلائق اللي موجودة والجوائح اللي موجودة فوضع شديد الصعوبة على العالم كله ولكن الأكيد اللي حراكم لاحظينه إن في موجة تضخم عالمي حصلت العالم كله بيتكلم على نسب تضخم يعني دول زي الدول العالم المتقدم اللي هو كان التضخم فيها لا يتجاوز الواحد في المية النهاردة بيتكلمه في خمسة ونص متوسط تضخم على مستوى العالم المتقدم والعالم بصفة عامة الولايات المتحدة الأمريكية تضخم موصل 7.5% أعلى نسبة تضخم تشهدها أمريكا من 40 سنة إحنا النهاردة مع الأرقام اللي أعلنها الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصر اللي هي 8% إحنا بنعرفين إن إحنا كنا مصر جزء لا يتجزأ من العالم ولكن هذه النسبة ببساطة شديدة إحنا رجعنا لنفس نسبة التضخم اللي كانت موجودة قبل كورونا ودي ماشية مع مستهدفتنا اللي إحنا كنا عارفين إن مع التقدم والتنمية ونمو الاقتصاد وتحقيق نسب نمو طبيعي جداً كل الاقتصاديين عارفين إنه بيتواكب معه زيادات طفيفة وده اللي إحنا دايماً بنأمله إن إحنا بيبقى يحصل معه زيادات طفيفة في التضخم إحنا كانت مستهدفتنا إن إحنا دايماً نحقق في حدود 7% زائد أو ناقص 2% يعني ده الأرقام بتاعتنا المتوسط يبقى في 7% لكن ممكن يزيد لغاية نقطتين أو ينقص نقطتين فإحنا الحمد لله إحنا ماشيين بنفس المستهدفات بتاعتنا في ضوء هذا الموضوع طب المواطن يهموا في الآخر طب الأفعار والتضخم ده يعني بيحصل لازم ناخد بالنا إن إحنا كمصر زي تاني بأكد جزء من التضخم اللي بيحصل عندنا 35% من التضخم اللي بيحصل في مصر عشان إنا بعارفين بيجي من الخارج ليه؟ لإن زي ما بيحصل في العالم كله إيه اللي حصل؟ نتيجة ليه التعافي اللي حصل من كورونا زاد الطلب على كل السلع والمنتجات في العالم العالم كان قافل فابتدى يحصل نقص وشح في العديد من السلع الأساسية فابتدت أسعارها تعلى بصورة رهيبة في العالم كله الأهم مع كل ده حضركم متابعين أسعار الوقود اللي زادت بصورة غير مسبوقة أسعار تكلفة الشحن الشحن زادت 3 أضعاف الشحن عادي تقيمة تكلفة أي شحن بيحصل زادت 3 أضعاف فنتخيل إن أي سلعة إحنا بتجلنا يعني أنا معلش هنحقول لك ببساطة شديدة الألم ده لما يعني بيبقى محسوب تكلفته محطوط فيه كل حاجة تكلفة الإنتاج وتكلفة النقل أو الشحن اللي بتيجي من بره فلما تكلفة الشحن الوحدها تزيد 3 أضعاف وطبيعي حتسمع فيه السلعة جنبا إلى جنب مع ده موضوع التغيرات المناخية وابتدت تحصل مشاكل في عدد من المناطق ويمكن إحنا شاهدناها السنة دي أكيد كلنا شعرنا الشتة اللي جيه السنة دي غير مسبوق فده ابتدى يعمل مشاكل حتى في المنتجات الزراعية فده أدى برضو لارتفاع بعض السلع على مستوى العالم أنا بتكلم هنا على العالم كله ومصر جزء لا يتجزأ من العالم فكل ده أدى إلى اضطرابات في الأسواق وارتفاع في عدد من السلع وده يمكن مع كل اللي كان بيحصل ده الدولة كانت بتشتغل على جهد هائل على توفير كل السلع وإن إحنا ما نخليش المواطن يشعر للحظة إن فيه نقص في سلع واحدة وده الحمد لله الحققناه في وقت العالم كله وحرككم أكيد عارفين دول كثيرة ودول متقدمة كان فيها سلع أساسية مش موجودة المواطنين كانوا بيقفوا بالطوابير عشان ياخدوا سلع أساسية إحنا الحمد لله ربنا كرمنا بالتخطيط الجيد وتأمين الاحتياطيات بتاعتنا من السلع الأساسية على الأقل لثلاث أو أربع شهور قدام على الأقل وفيه حاجات بتوصل لأكتر من ست شهور ما حسسناش المواطن بأي نقص في أي سلع رئيسية لكن لازم نبقى واخدين بالنا إن غصباً عننا الزيادات اللي بتحصل في أي سلع في الخارج بتأثر علينا بصورة أو بأخرى ولكن حتى مع ده أنا حدي بس لحضراتكم تلات أمثلة الناس كلها طبعاً والواحد بيشوف بعد يعني يعني نكلموا على زيادة أسعار الوقود وإن إحنا حصلت زيادة واستغلينا حتى كانت مطشاط الكورة وزودنا ويعني الواحد دايماً بيشوف الدعابات والمرح اللي بيبقى موجود في شعب المصري لكن أنا عايز أقول لحضراتكم إن الزيادات اللي حصلت في الوقود في مصر حتى في ظل الجائحة منتكلم في حوالي تسعة وسبعة من عشرة في المية دي الزيادات اللي حصلت بالرغم من الارتفاع الكبير جداً في أسعار الوقود طب الوقود عالمياً زاد قد إيه؟ أربعة وخمسين في المية يعني الدول اللي كانت محرارة سعر الوقود قبلنا زادت فيها أسعار وصلت لأربعة وخمسين في المية طيب السكر وده عشان موضوع التأموين طب إحنا زاد عندنا حوالي تلاتة وعشرين في المية المتوسط العالمي السكر زاد اتنين وتلاتين في المية زيت زيت الطعام والتموين إحنا زاد عندنا تسعتاشر في المية طب المتوسط برة أربعة وتلاتين في المية يعني معنى كده إيه؟ إن إحنا كدولة كنا بنحاول بقدر الإمكان نستوعب جزء من الزيادات في إطار الموازنة بتاعتنا ومنظومتنا وما نحاولش إن إحنا نحمل كل شيء على المواطن لكن لازم يبقى فيه جزء كده وجزء كده لأن البديل إن أنا ويمكن ده أنا كنت شاحتها قبل كده من الاستحالة بمكان إن أي دولة تقدر تستوعب كل زيادات الأسعار دي عليها بالعكس هو إحنا بقدر الإمكان بنحاول إن إحنا نشيل جزء والمواطن يعني زي أي دولة في العالم يتحمل جزء من فطورة التضخم اللي بتحصل على مستوى العالم أنا حبيت أقول هذه النقاط لأن النهاردة طب إحنا شغالين على إيه والدولة يعني عشان أنا حابب دايما يبقى فيه هذا التواصل يمكن فخامة رئيس دايما بيبقى حريص في أي افتتاحات أو أي مناسبة أيضا يتكلم على هذا الموضوع عشان المواطنين كلهم يبقوا عارفين إحنا بنعمل إيه الدولة النهاردة في المشروعات القومية الضخمة جدا اللي إحنا بنشتغل فيها في بالذات قطعات الزراعة والأمن الغذائي والصناعة كل هدفنا ونصب عينينا إزاي نصل إلى أكبر قدر من الاكتفاء الزاتي النهاردة مشروعات القومية مشروعات الاستصلاح الضخمة اللي الدولة المصرية النهاردة بتعملها سواقفة وشكة شرق العوينات الصعيد في الصحراء الغربية الدلتة الجديدة منطقة سينة إحنا بنتكلم على إضافة مساحات كبيرة جدا إن شاء الله بإذن الله في خلال فترة سنتين أو ثلاثة على الأكثر من النهاردة هتكون دخلنا حجم أراضي للرقعة الزراعية كل هدفنا ده كله إيه إن أنا أبقى كدولة عندي قدرة وقدرة على المقاومة والصمود ضد أي متغيرات عالمية بر فيما يخص أسعار السلعة لإن إحنا النهاردة متأثرين زي ما بقول لحضراتكم طب هو كان سعر الأمح اللي بيدخل في العيش كان قد إيه والنهاردة زاد قد إيه فبالتالي أنا اللي مضطر كدولة أدفع الفاتورة طب لو الأمح ده النهاردة بقيت واصل لأكبر قدر من الاكتفاء جوه أرضي أكيد حيبقى الفاتورة عندي فاتورة الاستراض هتقل نفس الكلام على كل المنتجات اللي إحنا شايفينها كسلعة استراتيجية عشان كده كدولة النهاردة وإحنا شغالين في المشروعات القومية اللي ممكن المواطن بيقول طب يعني أنتو كل المشاريع دي بتتعامل لي لأن كل رؤيتنا الدولة دي بتنمو عدد سكانها بيزيد مش حينفع أن إحنا نكتفي باللي موجود لازم يحصل نموه كبير جداً ونموه حتى أسرع من نسب نموه الزيادة السكانية لو إحنا عايزين نقلل الفجوات اللي موجودة الكلام ده بيتطلب استثمارات هائلة الدولة بتحطها عشان ننفذ هذه المشاريع عشان كده أنا الواحد يعني أنا آسف وأنا بوجه الكلام ده للمواطنين بيحزننا النهاردة مع الجهد الهائل اللي إحنا بنعمله في استصلاح الأراضي الزراعية وبندفع مبالغ طائلة لتوصيل المية معالجة المية الأول لأن طبعا إحنا بنزرع كل اللي بنعمله وأنا بأكد كل مشروعات الاستصلاح دي على نفس كمية المية بتاعتنا لكن كل اللي عملين نعمله بنستثمر عشرات المليارات في إعادة تدوير المية ومعالجتها والاستفادة بكل نقطة مية عشان نعمل نزود رقعة زراعية في الوقت اللي الدولة بتعمل كل الكلام ده فيه نفاجأ باستمرار ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية والمواطنين مستمرين وفي استمرار في عملية البناء على الأرض الزراعية يا جماعة بالعقل يعني أنا رايح بأعود أستثمر وأعود بالسنين عشان أطلع فدان ينتج وعندي الأرض اللي ربنا مديهالي بقالها ألاف السنين أبني عليها وحيجي كل مواطن لسان حالي يقولها هي جتعة القراطين بتوعي هم دول اللي حيفرقوا أيوة لأن اللي بيحصل مش من واحد بيحصل من ألاف فنتيجة كده بنلاقي إيه إن ألاف الأفدنة بتضيع فعشان كده الموضوع ده أصبح بالنسبة لنا قضية أمن قوم يا جماعة لازم نتحرك وأنا أسف أقول لا لازم يكون هناك بقى يد قوية جدا من الدولة وعقاب شديد على اللي بيتعد على أرض الزراعية لأن ده بيجرم في حق هذا الوطن وفي حق الأجيال المستقبلية كلها ما هو البديل حيحصل إيه لو والأراضي دي كلها ضاعت إحنا مش هنلاقي ناكل كل مواطن بيقول هي جات على الحتة بتاعت يا هي دي اللي فرق معاكو لا أيوة بتفرق معانا عشان كده يمكن التوجيهات اللي إحنا قلناها وأكيد حضراتكم تابعته في المجلس الوزراء لا في إجراءات فورية بتحصل وفي قانون النهاردة بيتم إعداد لي على وجه السرعة لتجريم الكامل لعملية التعدي على الأراضي الزراعية ومصدرة المخالفة اللي بتحصل عشان المواطن ما يستفيدش منها على الإطلاق لأن بالنسبة لي دي قضية قضية أمن قوم يا جماعة بمنتهى الأمانة فهناك النهاردة ظواهر إحنا كدولة الدولة الوحدها مش هتقدر إنها تتوقف لازم يبقى الموضوع كله بالتشارك مع المواطن لأن بمنتهى الأمانة حنقعد نجري وراء المواطن هنا وهنا وهنا عشان نمنع عملية البناء لو ما فيش متأصل الوعي عندنا إن الموضوع ده الموضوع حيدرنا النهاردة وبكرة وبعده الموضوع حيفضل لا نهائي هنفضل نجري والمواطن النهاردة لأن خلينا نتكلم اللي بيحصل الناس بتبني في يومين ثلاثة وحضراتكم عارفين وبيبقى في قلب الأرض الزراعية وبيجري قبل ما حد ياخد باله الموضوع مش سبق الموضوع النهاردة أنا كدولة طب حروح وهد ويحصل نوع من أنا آسف الصدام ما بين المحافظة أو السلطة التنفيذية مع المواطن والمواطن يزعل طب ليه من البداية إحنا ليه من البداية بنعمل إجراء غير قانوني وإحنا عارفين إنه هو غير قانوني وبقولها لحضراتكم دي جريمة في حق أولادنا عملية البناء على الأرض الزراعية فأعتقد إن إحنا لازم كلنا نبقى وعيين وده أنا اللي بطلبه من حضراتكم إن يتم إبراز مدى يعني فداحة ضياع الأرض الزراعية ده دور الإعلام الوطني والإعلام المصري إنه يتكلم ويعرف إحنا مرة أخرى يا جماعة الحكومة مش في مكان والمواطن في مكان إحنا الاتنين مع بعض ولازم نبقى بصين مع بعض على مصلحة الدولة للنهاردة والبكرة والبعده لإن دول في الآخر إحنا فعلا مرة أخرى أنا بأكد إحنا بنجرم في حق أولادنا وأحفادنا بضياع الأراضي الزراعية اللي موجودة أنا حبيت بس يمكن النهاردة إن أنا أقول هذه المقدمة لحضراتكم وأكد النهاردة يمكن بجانب الزراعة إحنا شغالين بقوة كبيرة وحضراتكم متابعين في مجال الصناعة أيضا وإزاي تعميق الصناعة المحلية وتوطين وتشجيع ودعم الصادرات المصرية واللي الحمد لله أدى إلى زيادة الصادرات في الفترة اللي فاتت وكل الإجراءات اللي إحنا بنعملها النهاردة كدولة وبأكد عليها هدفها حماية وتعميق الصناعة لأن برضو على مدار اليومين اللي فاتوا بعض الأقويل أثيرت على موضوع اللي أنا برضو تكلمنا فيه كآخر مؤتمر على حوكمة منظومة الاستيراد وضمان الجودة للمنتجات اللي بتدخل عندنا تبقى للمعايير الدولية إحنا مش ممكن هيكون هدفنا إن إحنا نوعيق الصناعة الوطنية لكن إحنا كل الإجراءات اللي بنحاول ناخدها إن إحنا إزاي يعني ننظم السوق وده اللي إحنا بنعمله بالتنصيق مع البنك المركزي ويعني التفاصيل بتاعت هذا الموضوع إحنا هتظهر في خلال الفترة القادمة من خلال البنك علشان كل العملية إحنا بنحاول ننظم هذا الإطار عشان نضمن مرة أخرى جودة المنتج وأكد مرة أخرى حماية الصناعة الوطنية أنا هتوقف عند هذا الجزء وأترك المجال اللي زاملتي معادي وزير التخطيط يمكن عشان تتكلم أيضا جزء شوية على موضوع النمو اللي تم وإيه هي أهم القطاعات اللي نمت ولكن أعتقد مهم أيضا إن إحنا النهاردة بنشرح أو بنخرج بنتيجة مهمة جدا وهو تطوير لتقديرات معدل الناتج المحلي الإجمالي المصري إحنا دايما بنقول إن دايما وحضراتكم كان دايما بنقول إن الناتج المحلي أو رقم الناتج المحلي اللي بيطلع من الدولة ما بيعكس الاقتصاد الحقيقي ودايما نقول إن الاقتصاد الغير رسمي مش ظاهر في الصورة طب مساهنته قد إيه وده الحقيقة اللي احنا اشتغلنا عليه بصورة علمية كاملة وبدعم من المؤسسات الدولية ويمكن كان فيه فرق عمل جات لنا من المؤسسات الدولية عشان تساعدنا عشان نخرج النهاردة بأرقام معالي الوزيرة هتعرضها على تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المصري علشان نستوعب أنا بقولها برضو جزء من الاقتصاد اللي احنا ما كناش شايفين معالي الوزيرة السلام الخير جميعا شكرا دولة الرئيس أنا هعرض زي ما تفضل دكتور مصطفى الجزء الأولاني هعرض لحضراتكم يعني سريعا كده بس جزء من اللي عرضته انشرفت بعرضه في مجلس الوزرة وهو أداء الاقتصاد المصري الربع الثاني والنصف الأول من العام هعرض 3-4 سلايد عشان بعد كده ندخل على بس وري حاركو سلايد واحدة على الاقتصاد العالمي وهي معدلات النمو على مستوى الاقتصاد العالمي شكلها ايه توقعات المؤسسات الدولية وآخر تقرير طالع من صندوق النقد الدولي وهو أكثر التقارير تفاؤلا يعني التقارير اللي ظهرت قبليه كانت متحفزة في هذه التقديرات ليه أنا بعرض هذا السلايد عشان نشوف مصر فين وسط هذه التوقعات يعني لما نبص النهاردة وبنلاقي انه أكثر تقرير طالع متفائل اللي هو عشان طلع في يناير لما بدأت الدول تبتدي تتكلم شوية على فتح الأسواق وعلى تقليل الإجراءات الاحترازية وعرغم من كده احنا بنتكلم على اقتصاديات الأسواق الناشئة هذا العام هتحقق أربعة وثمانية الاقتصاديات المتوسطة نمو الناشئة أربعة وثمانية من عشرة في المية بنتكلم على الاقتصادات المتقدمة هتحقق تلاتة وتسعة من عشرة في المية وطبعا زي ما حقكم عارفين هيبقى فيه انتجاه خفض بسيط خلال الأعوام القادمة نتيجة انه هتبدأ معدلات النمو في الاستقرار ليه النهاردة احنا بنتكلم برضو ما زال العالم بيعاني من حالة عدم يقين على الرغم من الحالة اللي بدأت المتفألة شوية نتيجة تخفيف الاجراءات الاحترازية ولكن ما زال هناك اضطراب في سلاسل الامداد على مستوى التجارة العالمية ما زال هناك اتجاهات تضخمية نتيجة ان الطلب لا يقابله العرض المطلوب وايضا التغيرات الجيوسياسية اللي حصلة في المنطقة نتيجة الاضطرابات مع روسيا واوكرانيا الى آخره فده كله بيورينا بس احنا فين كنمو عشان نيجي نشوف بقى الاقتصاد المصري بينمو ايه مقارنة بهذه الاقتصاديات لما نيجي نشوف هنا الاقتصاد المصري بنلاقي ان احنا في الربع التاني الحمد لله احنا محققين 8.3% معدل نمو لهذا الربع ده بمقارنة بـ 2% في الربع التاني وـ 2.9% في الربع التالت ده بيديني ايه ان احنا في النصف الاول زي ما تفضل السيد رئيس مجلس الدراء ان احنا هنحقق نكون وصلين 9% في معدل النمو في النصف الاول ده مقارنة بايه مقارنة بـ 1.3% النصف الاول من العام المالي الماضي ففيه فرق كبير جدا وده بيعكس جهود الدولة في عملية التانمية في كافة المجالات طيب احنا توقعاتنا بايه بقى بالنمو اللي حصل في الربعين الاولانيين احنا متوقعين بإذن الله انه التفرة اللي حصلت في النصف الاول من العام انه احنا هنتخطى جميع التوقعات اللي من المؤسسات الدولية من البنك الدولي من الصندوق النق حتى الحقيقة احنا التوقعات زي ما تفضل دكتور مصطف احنا كنا متوقعين حاجة ما بين 5 و 4 و 5 و 7 يعني في حدود الخمسة و 6 الحمد لله احنا هنحقق بإذن الله ما بين 6 و 2 إلى 6 ونص ده بتوقف طبعا على معدلات النمو في الربع الثالث والربع الرابع من هذا العام طيب النمو ده جي من فين؟ كل القطاعات الحمد لله بتحقق معدلات نمو موجب ما فيش قطاع حقق اي معدلات نمو سالبة او معدلات حتى منخفضة عندي طبعا مجموعة من القطاعات الرائدة قطاع الاتصالات قناة السويس محقق 13% الصناعة محقق 10% معدلات نمو طبعا قطاع السياحة جميع القطاعات نقل وتخزين تجارة انشطة عقارية جميع القطاعات محقق معدلات نمو موجبة في الربع الثاني من هذا العام وطبعا نفس الوضع بينطبق على الربع النصف الاول من العام المالي ايضا هذه القطاعات بتحقق كلها معدلات نمو موجبة في دفعة تنموية في كافة القطاعات الاقتصادية المساهمة للانشطة الاقتصادية في الناتج عندي القطاعات الصناعة وزنها النسبي طبعا عالي التجارة القطاع الزراعة الانشطة العقارية الاستخراجات دول بيحتلوا 60% من نسبة النمو وهم اكثر الاسهام اكثر القطاعات اللي بتساهم في معدلات الناتج بتاعي المعدلات البطالة الربع ده ازهر انخفاض طفيف في معدلات البطالة طبعا في زيادة في انخفاض شديد في معدلات بطالة الذكور وده شيء هام طبعا في ارتفاع بسيط في معدلات بطالة الاناث ولكن احنا لسه البيانات بنحللها عشان نعرف الاسباب ولكن بشكل عام في انخفاض وسط اللي بيحصل في العالم من ارتفاع في معدلات البطالة ان يكون هناك انخفاض في معدلات البطالة على المستوى القومي ده شيء إيجابي جداً بالنسبة لنا. القطاعات اللي سهمت في التشغيل طبعاً قطاع الزراعة من أكثر القطاعات ولكن فيه انخفاض نسبي في تشغيل قطاع الزراعة وده مؤشر بيبقى إيجابي يعني احنا بنقول دايماً قطاع الزراعة هو المشغل الأكبر ولكن كان دايماً بيبقى بيحتل في حدود 20% كون أن فيه تشغيل راحل قطاعات تانية زي الاتصالات تكنولوجيا المعلومات زي الصناعة زي تجارة الجملة والتجزئة ده معناه أن هناك زيادة في فرص العمل اللائقة وده فدي قطاعات اللي بتحتل النسبة الأكبر من التشغيل الزراعة قطاع التجارة الجملة والتجزئة التشييد والبناء الصناعات التحويلية 12.3% في زيادة فيها والنقل والتخزين بعد إذن حالك أنقل بقى على العرض الآخر ده كان العرض الأول اللي حبيت أن أنا أشارك حضراتكم فيه ننتقل بقى إلى العرض الأساسي وهو العرض الخاص بموضوع الهام جدا وهو موضوع مراجعة بيانات الناتج في دوق نتائج التعداد الاقتصادي لعام 2017-2018 وخليني أقول لحضراتكم هنا يعني قبل مبدأ في العرض ده الحقيقة جهد كبير جدا تم وإحنا مصر آخر مرة عملت مراجعة كان فيه 2014 لأنه دايماً المراجعات بترتبط ببيانات تعداد اقتصادي إحنا مقدرش أعمل مراجعة عشان أبقى بأعمل مراجعة بشكل علمي تتطفق مع المنهجية والمعايير الدولية لابد أن أنا أعملها على خلفية عشان أعملها بشكل كبير بتبقى على خلفية تعداد اقتصادي ولكن ده لا يمنع أن هناك مع الميكانة ومع التطوير اللي بيحصل في الدولة في ميكانة كافة المؤسسات بساتة الدرايب واستجل التجاري وكل الميكانة اللي بتحصل والجمارك إلى آخره هيبقى فيه مراجعات دورية للناتج بشكل سنوي في نهاية كل عام بإذن الله طيب هبتدي في الأول بقول طبعاً حالكوا عارفين أن الناتج هو بيعبر على الاقتصاد وزي ما قال دولة الرئيس إحنا ساعات بنبصه بنقول اللي بيحصل ساعات على أرض الواقع يمكن مش منعكس بشكل أساسي في الألقام ولكن هو بشكل أساسي الناتج المحلي بيعبر عن النمو اللي بيحصل ما يتم إنتاجه من كافة الأنشطة الاقتصادية اللي بتتم داخل الدولة وفيه نوعين للناتج دايما بنحسبهم الناتج الحقيقي اللي هو ده بستبعد منه أثر التضخم عشان أقول دي الأرقام الحقيقية وده اللي بيطلع منه معدل النمو ده اللي بقول فيه أن الاقتصاد الناتج المصري زاد 8.3 من 10 أو زاد في النصف الأول 9% فده اللي بسميه الناتج الحقيقي التاني اللي هو بحسبه بالأسعار الجالية وده اللي بنسميه الناتج الاسمي وده اللي بيتم عليه أعادة التقدير اللي هو بيتم على الناتج الاسمي أخدم في اعتبار طبعاً معدلات التدخل طب إحنا وإحنا بنعمل هذه التقديرات بنعملها وفقاً لإيه؟ بنعملها وفقاً مصر ملتزمة بالمعايير والمنهجية الدولية اللي أقرتها الأمم المتحدة لنظام الحسابات القومية ستاندرد ناشنال أكاونت سيستم ده معيار دولي مصر يعني احنا اتفقنا عليه في سنة 93 وتم تحديثه من قبل هذه الجهات في عام 2008 ونلتزم بتصنيف للأنشطة ما يطلق عليه تصنيف إيزيك فور ده أيضاً بتصدره أمم المتحدة فهذه معايير وهذه محددات دولية احنا مصر ملتزمين بيها وفقاً لهذه المنهجات الدولية طب احنا بنرجع الناتج ليه أول حاجة احنا دايماً لما بنعمل الأنشطة الربع سنوية احنا دايماً بنعتمد على مسح بيتم بالعينة بيقوم بيجهز المركزي التعبال العامة والأحسن لكن لما بيتم تعداد ده بيبقى تقريباً مسح شامل للأنشطة فلما يبقى عندي مسح شامل للأنشطة أكيد بيوريني حاجات ما بيوريها ليش المسح اللي بيتم بالعينة أنا بعملها مسح شامل للأنشطة الاقتصادية الحاجة التانية أنه كل تجارب الدول أظهرت أنهم لازم يرجعوا بياناتهم ولازم يرجعوا تقديراتهم ويعلنوها لأن ده بيعبر عن دقة الدولة في التعبير عن أنشطتها وبيعبر أيضاً عن الشفافية والنزاهة في إصدار هذه البيانات الحاجة التانية المهمة أنه مراجعة بيانات الناتج دي عملية رئيسية هدفها أننا أقارن دايماً الأرقام اللي بتطلع بما يتم على أرض الواقع من أنشطة فلابد أن يكون هناك اتصاق كإطار منهجي الحاجة المهمة جداً بقى أنه العالم كله وده اللي اتفق عليه كل الاقتصادين وبالذات مع الجائحة الاقتصاديات بقت تتغير أزواق المستهلكين بقت تتغير الأنشطة بقت تتغير فهتلاقوا فيه أنشطة زادت وزاد وزنها النسبي وفيه أنشطة تانية تردعت مثال على هذا وده باين عندنا في معدلات النمو أنه قطال اتصالات تكنيوجيا المعلومات اللي كان 2.4% كوزن نسبي النهاردة أنا كنت بعرض فيه بقى 3.5% زاد وزن النسبي لنتيجة استخدام الكثيف للاستثمارات في مثل هذا القطاع فده خلى الوزن النسبي للقطاع ينمو وده اللي احنا حطينه في خطة الاستحاط لهيكلية الاستهداف أنه هذا القطاع يصل إلى 5% كوزن نسبي من الناتج بتاعنا فده اللي بيعبر عن أن العالم بيتغير أزواقه بتتغير أنشطة بتتغير الأزمات وتطورات اللي بتحصل على مستوى العالم بتغير من مثل هذه الأنشطة فمهم جدا أن احنا نبقى بشكل دوري بنراجع هذا الكلام طيب هل احنا الوحيدين في مصر بمعمل الكلام للعالم كله هتجيكم مثالين لأكبر دولتين الصين رجعت التعدادات عام 2004 و2013 و2019 في 2004 زودت الناجي بتاحها بحوالي 17% عام 2013 زودته بحوالي 3% بعد ما عملت التعداد الاقتصادي بتاحها وده زود لها الناتج في 2013 بحوالي 9.6 تليون دولار وطبعا بيعملوا مراجعات سنوية وفقا للبيانات الأولية اللي بيتم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بتعمل مراجعات بشكل دوري كل تقريبا خمس سنوات ترتبط برضو بالتعدادات الاقتصادية بتاعتها وأيضا آخر تعداد عملوه زودوا الناتج بتاحهم في حدود 3.5% فدول أكبر دولتين طبعا هناك العديد ولكن احنا نحبينا ناخد دولتين كبار نوري حضراتكم من هذه الدول تستخدم نفس المنهجية الرجوع إلى التعداد بالإضافة إلى المراجعة السنوية اللي بيتم على الناتج طيب احنا في وزارة التخطيط تم مرة واحدة عمل هذه المراجعة تمت إمتى تمت لما كان عندنا التعداد الاقتصادي بتاع 2012-2013 وتم دايما التعداد اللي بيتم بياخدوا تقريبا سنة بعدها يحللوا البيانات لأنه بيبقى مسح زي ما بقولوا حقكم أغلبه يعني يا إما عينة فيها ملايين من المنشآت يا إما بيبقى مسح شامل في بعض القطاعات بياخدوا تقريبا سنة للتحليل فطلع في أواخر 2014 هذا نتيجة الزيادة اللي حصلت وبعد كده عملنا تعداد اقتصادي تاني في 2017-2018 وأيضا البيانات النهاردة نتائج المشروعات القومية اللي احنا ضخينا فيها حجم كبير من الاستثمارات على مدى السنوات الماضية بدأنا ان احنا نحصد نتاج هذه المشروعات في السنتين الأخرتين طبعا احنا وإحنا بنعمل الكلام ده احنا بنستعين ناخد رأي المؤسسات الدولية في المنهجية المرة الأولانية كانت منهجية محلية مرة دي احنا شاركنا المنهجية المؤسسات الدولية في المنهجية وفي تطويرها وفي توثيق هذه المنهجية بحيث انها فعلا تبقى تتوافق مع كل المنهجيات الدولية في عملية تطقيق بيانات القطاع الغير رسمي ومعالجة نقص بعض البيانات في التعداد الاقتصادي نفسه طيب التعداد الاقتصادي اللي تم في 2017-2018 ده نتائجه اتحللت في ام 2020 وبدأنا من ابريل 21 في عمل عملية المراجعة من ابريل 21 حتى من يومين انتهت عملية مراجعة تقديرات الناتج التعداد ده زي ما كنتم بقوله سيكون فرق بينه وبين البيانات اللي تطلع لي كل ربع في كل نشاط انه الربع بيبقى دايما عينة الجهاز بيعملها على قطاع الصناعة على قطاع الزراعة لكن التعداد احنا بنتكلم على 3 و7 مليون منشأة على مستوى الجمهوري فيها قطاع الاعمال العام فيها قطاع الخاص الرسمي وفيها قطاع الخاص الغير رسمي بس ما يطلق عليه داخل المنشآت يعني هو قطاع غير رسمي ولكن العمال مسجلين داخل المنشآة فكان عندي 1536 منشآة في قطاع الاعمال العام وقطاع العام عندي قطاع الخاص الرسمي كان فيه عينة 7 مليون منشآة وقطاع الخاص الغير رسمي كان عندي 2 مليون منشآة ده حجم التعداد اللي تم وده اكبر بكثير من حجم التعداد اللي تم فيه 2012-2013 على الرغم من شمولية التعداد زي بقول حكوه هو تعداد تقريبا شبه شامل ولكن في بعض الحاجات بتبقى نقصا انه نشاط الحكومة العامة ما ببقاش موجود نتائج المشروعات القومية اللي احنا استثمرنا فيها ما بتبقاش موجودة فيه الاقتصاد الغير ملحوظ أو اللي هو بنسميه الغير رسمي بس خارج المنشآة يعني ايه غير رسمي خارج المنشآة؟ يعني سوئين مايكروبسات باعة جائلين عمال بيشتغلوا باليومية الى اخره دول بيبقوا كلهم بنسميه اقتصاد غير رسمي خارج المنشآة بالاضافة الى نتائج التمانية واربعين هيئة اقتصادية اللي احنا بناخد نتائجهم كل ده دي كات حاجات يعني زي ايه فجوات او حاجات نقصة التعداد فلابد ان احنا نكمل على بياناتها دي المنهجات المستخدمة وخليني اقول له حضراتكم فيه منهجات انا باخد الحسابات الختمية من وزارة المالية بالنسبة للنتاج نشاط الحكومة العامة لكن مثلا هدي حضراتكم مثال بالنسبة في نتائج التعداد مثلا ساعات بيبقى فيه ارقام خاصة بالدخل بتبقى ارقام اقل من الحقيقية اقل من اللي فعلا دخل صاحب المنشآة فعليا طيب بنتغلب عن ده ازاي بيحصل مقارنات احنا هنا بنربط حكتين مهمين جدا يعني ميزة بقى ان انا عندي كل البيانات مع بعضها وكل المسوح مع بعضها انا بقارن ما يطلق عليه مسح المنشآت مع مسح القوى العاملة وانا عندي مسح قوى العاملة ده بيدوم القوى العاملة الرسمية والغير رسمية فبحط البيانين على بعض بيطلع لي بقى عدد كبير جدا من الفجوات يعني مثلا اجي حككم مثال بسيط كده او مثالين مثال الاول لو انا النهاردة صاحب المنشآة بيقول لي ان هو دخل بتاعه في الشهر مثلا 10.000 جنيه تمام عندي مسح القوى العاملة وعندي فيها الاجر اللي بياخده القوى العاملة اولا لازم يبقى عندنا في الدخل ده اللي هو 10.000 جنيه لازم يغطي النفقات التجريلية بتاعت صاحب المنشآة لو هو ما غطلوش النفقات التشغيلية يبقى هو بيخسر كل شهر صح ولا لا طيب انا بقى ما بقصش على كل نفقات تشغيلية احنا بناخد اجمالي اجور العمال فقط من نفقات التشغيلية اذا لو هو كان الدخل بتاعه اقل اللي هو بلغ عنه اقل من اجور العمال يبقى معنا كده ان هناك تقدير فعنا على اقل بديله بحط له اجمالي تقدير العمالة يبقى ده على اقل يساوي متوسط الدخل مش ممكن هيبقى بيشتغل كل شهر وبيخسر مستمر حتى ما بيغطيش اجر العمال دي حاجة الحاجة التانية لما بشوف مثلا امش عايزة اخلقوا في منهجيات ممعقدة ولكن بدي امثلة برضو عشان تتخيلوا معنا ايه الجهد اللي بيتم لما بنيجي نشوف النهاردة العمالة غير رسمية خارج المنشآة هي الناس اللي بتشتغل طب احنا بنقدر ما دول بيشتغلوا هنتكلم على 11.8 مليون واحد خارج المنشآة دولهم بينتجوا دي عمالة خارج المنشآت بتنتج طبعا مع الميكانة ومع قانون المشروعات الصغيرة وان احنا ندخل المنظومة في المنظومة الرسمية كل الكم ده هيبان لنا بعد كده ولكن انا النهاردة مع الناس اللي هي مش مميكانة ومش دخلة عندي بنعمل ايه بنحسب متوسط انتاج دخل هذا الفرد الغير رسمي داخل المنشآة ما انا عندي ناس داخل المنشآة في القطاع الغير رسمي في العينة اللي انا خدتها وعندي واحد خارج المنشآة بحسب متوسط دخله هنا وبقوم عامله في متوسط ده وندربه في اجمالي عدد العمالة يديني تقريبا هذا الامتاج فدي كمثال بس بسيط يا طبعا دي كلها حاجات معقدة واخدت شهور كتيرة جدا ولكن انا بدي حضراتكم مثال زائد طبعا اجمالي الاستثمارات اللي تمت في المشروعات القومية اللي بدأ الناتج بتاعها يظهر بشكل كبير جدا خلال السنتين الماضياتين عندنا طبعا مشروع زي ما تفضل دوت الرئيس التوشكة الدلتا الجديدة شرق العوينات المزارع السماكية كل هذه المشروعات انتاج بتاعها ظهر طيب نتائج المراجعة بقى ده اهم حاجة وضحيت لي ايه احنا عشان اراجع لازم ارجع للتعداد 16 17 عشان اعدل لازم اعدل بياناتي من 16 17 وابتدي امشي بقى بكل السنين لغاية 21 22 اظهر لي ايه اظهر لي ان في 16 17 في زيادة في حجم الناتج 244 مليار يعني 7% من الناتج اللي كان موجود سنة بدل من 3 4 تريليون هبقى 3 714 تريليون 17 18 زاد 7.5 في المية من 331 مليار جنيه من 4 4 بقيت 4.67 وهكذا الى ان اصل الى هذا العام العام المالي الماضي بتكلم على زيادة في الناتج 582 مليار يعني زيادة 9.2 من 10 في المية وهذا العام باذن الله هنبقى عندنا زيادة 819 مليار جنيه يعني في زيادة حوالي 11.5 في المية في حجم الناتج الاسم طيب اهم نتائج المراجعة وضحيتي ايه وده منطقي جدا انه استحود نشاط التشييد والبناء على اكتر من تلت الزيادة في قيمة المعدلة للناتج وده طبيعي لان انا عندي جزء كبير جدا من العمالة اللي بتعمل في القطاع الغير رسمي موجودة في قطاع التشييد والبناء يليه قطاع الصناعة ثم قطاع الصحة والتعليم اللي هو استحوذ على تقريبا تسعة في المية ثم الانشطة الاعمال والخدمات الاجتماعية الى اخره طيب لما نيجي نشوف لما قارن بقى التعدادين لانه التعداد 2012-2013 ما كانش حجم العينات فيه كبير يعني زي حالكم بتبصوا هنا بنلاقي انه انا بتكلم على اتنين واربعة مليون منشأة في تعداد الاقتصادي 2012-2013 انا بتكلم النهاردة على تلاتة وسبعة مليون منشأة في 2017-2018 بتكلم على تسعة واربعة مليون مشتغل في هذه المنشآت انا بتكلم على تلاتةاشر ونصف مليون مشتغل في بحث القوى العاملة بتكلم على انتاج واحد وسبعة تريليون جنيه بتكلم هنا على انتاج تلاتة وتسعة تريليون جنيه اهم نتائج المراجعة برضو وضحت لي انه وفقا لتعداد 2012-2013 احنا رجعنا برضو لسنة الاساس اللي تم فيها التعداد اللي هي 11-12 فبقا عندي كان عندي 6-3% زيادة في معدل النمو 12-13-5-2 و6-6 كان فيه اسفة 13-14 كان فيه 6-6 زيادة في معدل النمو احنا طبعا ده بالمقارنة بالفترة بتاعة التعداد بتاعة 17-18 فاحنا بنتكلم على زيادات اكتر طبعا نتيجة الكبر حجم العينة ونتيجة المنهجية اللي كانت اكتر شمولا المراضي في استخدام بيانات الناتج الحاجة المهمة انه النعمية المراجعة والتطليق دي عملية مستمرة وهتستمر بشكل دوري مع طبعا كل البيانات المحدثة طبعا زي ما كنت بقول حقك في الاول مع الميكانة لبعض القطاعات زي الدرايب زي الجمارك انتهاء كل الميكانة السجل التجاري قانون الحقيقة اللي هيساعدنا جدا قانون المشروعات الصغيرة ودخول مجموعة كبيرة من المنشآت في القطاع الرسمي كل ده هيساعدني لان حجم كبير جدا من المنشآت الصغيرة وتنهية الصغيرة هي القطاع غير رسمي فده كله هيساعدنا في ان احنا منبزلش المجهود الحقيقة الكبير ده اللي تم في عملية المراجعات طبعا احنا النهاردة الجهاز هنطلق بدأنا بنراجع الاستمارة بتاعة التعداد الاقتصادي الجديد ولكن احنا بنستهدف ان هو نعملها كل ثلاث سنين لان الميكانة هتساعدنا ان احنا نختصر المدة فتبقى كل ثلاث سنين بدل كل خمس سنين لاستفادة من البيانات اللي بيطلحها التعداد الحقيقة الحاجة المهمة انه في هذا التعداد وفي النتائج اللي احنا كلعنا بيها ان احنا بعد ما انتهينا من كل هذه البيانات احنا هنقدر نطلع الناتج القومي على مستوى المحافظات فنقدر نطلع ناتج لكل محافظة وده هيبقى شيء مهم جدا مع المؤشر اللي احنا شغالين فيه مع مركز المعلومات والمركز المصري التنافسية هنطلع ان شاء الله مؤشر تنافسية المحافظات فده هيبقى ايضا من الامور الهمة جدا جدا في عملية زيادة الناتج في النهاية انا يعني عايزة الحقيقة اوجه شكر للمجموعة كبيرة ان ده كان عمل كبير جدا طبعا دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي لانه كان بيتابع بشكل مستمر وباهتمام بالغ هذا الموضوع عملنا اجتماعات كتير جدا للعرض على حضرته فريق العمل طبعا بوزارة تخطيط دكتور كمالي دكتور احمد عشور الاستاذة اماني وكل الشباب في وحدة الحسابات القومية اللجنة الاستشارية وهي فيها مجموعة كبيرة من اسات زيتي دكتور سقر دكتورة سهيرة بولعينين دكتورة نجلة الاهواني وزميلتي دكتورة نادا دي لجنة كنا بنعرض عليهم النتائج بشكل مستمر عشان دايما نناقش معهم هذا الموضوع والحقيقة يعني اخيرا وليس اخيرا جهاز مركزي التعباء العامة والاحصى للجهد الكبير اللي بيقوم بسات اللوة والزملة في الجهاز في عملية المسوح فيه اوقات صعبة لان المسوح يعني على الطبيعة انا شاركت في هذه المسوح بنفسي وشفت ازاي الحقيقة فيه جهد شديد ومتعب ومرهق في عملية المسوح مرة تانية بشكر حضرتك بشكر كل الحضور شكرا شكرا يا فندم ويمكن الموضوع ده بيعتبر يعني خبر مهم جدا لانه بيعكس قيمة الاقتصاد المصري الحقيقية ودي اعتقد بتساهم في تحسين كل المؤشرات اللي تخص الاقتصاد المصري ودي اهم شيء يعني دايما بنقول طب هو الدين اجمالي ايه للنتج المحلي الدين الخارجي العجز كل حاجة بتقاس بالنتج المحلي الاجمالي فلما النهاردة يبقى عندي رقم اقرب الى الدقة وحنشوف هذا الموضوع بالتأكيد حدث بكثير جدا في المؤشرات بتاعت الاقتصاد المصري وهو ده اهم شيء العالم بينظر لنا ازاي وعشان كده كنا حرصين كل الحرص ان الارقام دي يبقى من خلال اسلوب علمي ممنهج بتتبع كل الدول زي ما حركم شفته ويبقى بدعم من العديد من المؤسسات الدولية عشان يبقى وحنا عندنا ثقة كبيرة وحنا بنعلن هذه الارقام ان دي بتعكس الاقتصاد المصري الحقيقي انا يعني ممكن ان احنا لو حضراتكم تحبوا ناخد سؤالين تلاتة بحيث برضو يعني حضراتكم اللي يحب يسأل السئلة تفاضل فاندم لفخمة الرئيس السيسي في افتتاحات في اسبوع السعيد كان يعني كان بتكلم مع سيادتك وكان قال انا هبقى سعيد جدا لما توصله داخل المواطن المصري من عشرة لعشرين الف جنيه هكون راضي لما كان بتكلم عن ان الحكومة ينجز كل المشروعات الكبيرة وكمان معها انه نوصل داخل المواطن المصري من عشرة لعشرين الف جنيه هل فيه فيه تخطيط للوصول للرقم لانه المصريين كله طبعا حضرتك تعلم انه الموضوع بالنسبة لهم يعني حياتهم يعني شكرا فهم اولا يمكن خلينا اتكلم مع حضرتك على حاجة مهمة جدا احنا بنعملين نحرك وبصورة متسرعة الحد الادنى للمرتبات واكيد حضرتكم متابعين الموضوع ده ولسه يمكن كنا الاسبوع الماضي في المجلس الوزراء بنرجع في ضوء الحد الادنى كل الارتفاعات اللي بتحصل في مرتبات المواطنين احنا السنة الجاية الزيادة في المرتبات لوحدها 40 مليار جنيه الزيادة على كل ان بكلم هنا موظيف الحكومة الكلام ده برضو بينعكس في القطاع الخاص لان القطاع الخاص بصورة او باخرى بيبدأ يوفق اوضاعه بقدر الامكان مع هذه المؤشرات الاهم خلينا عايز اقول لحضرتك الحاجة الوحيدة اللي بتحرك وبتحسن الدخل قوة الاقتصاد ونموه كل ما الاقتصاد بيعلى كل ما هيبقى دخل المواطن بيعلى وحدي لحضراتكم الامثلة خلينا نبص للمواطن ومش غلط ان احنا دايما نقارن بالدول العملاقة دولة زي الصين كان دخل المواطن قد ايه من 30-40 سنة والنهار ده بقى كام الكلام ده ما بيحصلش ان الحكومة هي اللي تضخ فلوس ولا الحكومة تزود مرتبات اللي بيحصل ان لما الاقتصاد بينمو وبيظل بينمو بصورة ايجابية وبصورة كبيرة ده بينعكس اوتوماتيك على الدخل بتاع المواطن وهو ده اللي احنا بقينا بنشوفه النهار ده ان ازاي الدول بتتحول من انها مجرد دولة نامية ونسب فقر فيها كانت اعلى مننا انها بتتغلب وبيقل بتقل نسبة الفقر وكمان بيزيد متوسط دخل المواطن ده اللي احنا شغالين عليك دولة النهار ده كل همي انا كحكومة تظل معدلات النمو باللي احنا في مشين بيدا لان هو ده الحاجة الوحيدة لان الموضوع ببساطة شديدة ايه اللي بيحصل انت بتقسم قيمة الناتج ده كله على عدد المواطن انا اسف عدد المواطنين او عدد السكان يبقى نصيب المواطن في قد ايه هو ده الحزبة كده ببساطة شديدة انت بتقول السنة اللي فاتت احنا محققين اللي هي خلصت عشان بس حرككم نبقى عارفين اللي هي بنقول اللي خلصت واحد وعشرين تلاتين ستة واحد وعشرين الرقم اللي قالته معالي الوزيرة حوالي سبعة تريليون جنيه ستة وتسعة او سبعة تريليون جنيه الرقم ده يعني كان بالدولار يعني ربعمية واحد واربعين مليار دولار نقسم السبعة تريليون على الميت مليون مواطن تعرف كده على طول بقى نصيب المواطن من عملية الانتاج قد ايه وحجم النمو او من الناتج الاجمالي والاقتصاد الدولة كل ما بتقدر تعمل هذا الكلام كل ما دخل المواطن يزيد عشان كده زي ما بقول لحضراتكم ببساطة استمرار مصر ويا رب يا رب وجميعا ندعو ونشتغل كلنا وما ننامش استمرار نمو مصر بهذه المعدلات لغاية مش هقول بعيد انا بقول لغاية بس خمس خمس سنين قدام خمس ست سنين قدام بالكتير استمرارنا بهذا الشكل حيخلي مصر في حتة تانية ان شاء الله ان شاء الله بس ربنا يبعد عنه اي ازا حاضر بس يعني السيدات وناخد بعد تانية ناحية تانية دلوقتي الحكومة فتحت الملف الاكثر جدلا اللي هو الاجارات القديمة فازاي الحكومة حتقدت تتعامل فيه بحيث اللي هي تضمن حق المالك وفي نفس الوقت تتحقق الامن للمستجر بوس يا فندم الموضوع ده وخلينا يعني انا متشاكر على السؤال ده هذه القضية اعتقد القضية دي يعني يوميا بتثار في الرأي العام مواقع تواصل اجتماعي وعارفين ان مدى المعاناة اللي بقى بيعانيها يعني احنا دائما كنا بننظر الى حقوق يعني انا عايز اقول فئة اللي صالح على فئة اخرى النهاردة بقى العدد اللي موجود عدد متوازن يعني انا لو ببص النهاردة للمشكلة بقى عدد الملاك تقريبا نفس عدد المستجرين وعايز اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا ان اللي اتطبق عليهم القانون قوانين الاجارات دي اللي هم في الخمسينات والستينات النهاردة اللي موجود في الشؤة هو الجيل الثاني والثالث ممكن طب احنا نعي تماما ان مازالت هناك فئات كثيرة او فئات موجودة في الاجارة القديم مازالت غير قادرة وممكن ان عملية اعادة التوازن يجعلها ممكن تبقى مش قادرة على هذا الموضوع عشان كده احنا قلنا لازم الموضوع ده يعالج وبحكمة ويبقى فيه نقاش مجتمعي ونراجع ونحط ثوابت ايه هي الثوابت ان لازم حيكون فيه هناك فترة انتقالية وفترة انتقالية كافية ان الامور تمشي فيها بهدوء الاهم ان الفئات اللي هتكون غير قادرة ازاي نعمل لها برامج تبقى عندها البديل الكامل والمؤمن اللي يخليها تقدر انها تجد السكن البديل ده لو حصل انها بقت موجودة او غير قادرة عشان كده كان هناك ان فكرة ان لو حنبدأ نتحرك في هذا الموضوع بيبقى فيه صندوق الدولة هتنشئه علشان يدعم هذا الموضوع يعمل دعم ايه ممكن يدعم انه يتحمل جزء من تكلفة الاجارة الحقيقي ممكن انه بيوفر مع الحجم الكبير اللي الدولة بتنشئه في وحدات الاسكان الاجتماعي والاسكان المختلف ان يدي وحدة بديلة للناس حنقدر ان احنا نحط قليات كثيرة ولكن هل خلينا نتفق هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه ده شيء صح بالتأكيد لا وبالتالي احنا عايزين نخرج برا شيء مكبلنا بقاله 50-60 سنة وعدد الوحدات بالرغم ان احنا طبعا بنينا حجم كبير الوحدات اللي خضعة او المنشآت اللي خضعة لهذا القانون حتى هذه اللحظة تتجاوز التلاتة مليون فده رقم مش قليل ان يبقى عندي الوحدات دي مكبلة ومش قادرين نتعامل معها وحالات كثيرة صارخة حضراتكم عارفينها بيصرخوا على الظلم اللي موجود من هنا لصالح هنا كل هدفنا عايزين نعمل توازن عادل عادل ويراعي البعد الاجتماعي وبأكد عليه براعي البعد الاجتماعي في هذا الموضوع وعشان كده من اول لحظة انا طلبت ان هذا القانون وهذا الموضوع يبقى مشارك فيه كل الجهات مش فقط الحكومة هي اللي بتتقدم بيه بالعكس ونتشاور ونتحاور ونشوف طب في حالات فيها مشكلة نعمل معها ايه واحنا بنعدل هذا الموضوع لدينا الوقت ان احنا نعمل حاجة كويسة ومتوازنة وعادلة عشان تحقق بقدر الامكان تحفظ الحقوق والالتزامات وتراعي الابعاد الاجتماعية لكل الفئات اللي موجودة سيادة رئيس الوزراء بنشكر حضرتك وبنشكر سيادة وزيرة التخطيط واحنا بنكون سعداء واحنا بنتكلم مع حضرتك حقيقي يعني اولا بنشكر حضرتك فيما يتعلق بالتدقم ولكن في قضية لن اقول بسبب الخلاف السياسي او العسكري بين روسيا واوكرانيا وهو يتعلق بواردات مصر من القمح الامح معروف ان يزاد في الفترة الاخيرة يمكن اواخر 21 كان 260 دولار للطن تقريبا الان 365 دولار للطن ليس هناك آلية وانا اعلم ان وزارة التمون والتجارة الداخلية تقدمت بطلب للتحاوط ضد اسعار الامح دي نقطة ده بسبب ان احنا مثلا على سبيل المثال روسيا واوكرانيا من واحد سبعة حتى الان احنا استوردنا اربعة وثلاثة من عشر مليون طن حوالي اتنين وشوية من روسيا واوكرانيا فقط اذا لابد من آلية للتحاوط واعلم ان هناك محادثات مع سيتي جروب للتحاوط النقطة التانية بعد اذن حضرتك عايزين نشيل اللغة اللي صار في في وسائل الاعلام العربية واحيانا المصرية فيما يتعلق هل مصر ستلجأ لصندوق النقد الدولي مساء على سبيل المثال برنامج التروحات الحكومية متى يعني هيكون نشيط او سريع خلال هذا العام شكرا انتخدها يعني تلات اسئلة مع بعض خليني طيب انا خليني حقول لحضرتك احنا الامح يعني انا بتابع يوميا مع معالي وزير التموين الموقف انا زي ما بقول لحضراتكم احنا عندنا احتياطي النهاردة اربعة ونص شهر ومعاها قبل الاربعة ونص يعني في خلال يعني ان شاء الله كل سنة ونطيبين هيبدأ موسم الامح المحلي فهتبقى للتوريدات اللي بتحصل وبيجي لنا السنة اللي فاتت جنة تقريبا تلاتة ونص مليون طن هيبقى مع التوريدات المحلية اللي جاية وحنا رفعنا سعر التوريد عشان نشجع الفلاحين ان هم يوردوا اكتر للدولة المصرية تقريبا هتبقى احتياطياتنا اللي موجودة في ادينا هتكفينا لغاية اخر السنة فعني انا بس بطمن احنا ازاي كدولة شغالة على هذا الموضوع لكن في نفس الوقت اللي حارتك قلته توقعات العالم طبعا ان الاسعار مع مشكلة التضخم وان شاء الله موضوع روسيا واكرانيا ده يعني كلنا طبعا بندعو ان ما يؤثرش او ما يتطورش الى حاجات اكثر يعني عنفا كل العالم بيتكلم على ان دي فترة وحتبدأ الاسعار تعود تاني للمعدلات الطبيعية ولكن مع ذلك احنا فعلا زي محرك بتقول بندرس موضوع قلية تحوط عشان تبقى موجودة للاحتياجات الاضافية اللي احنا محتاجينها لكن انا بس بطمن قد ايه كدولة شغالة على موضوع تأمين السلع الاستراتيجية وحشان كده انا يمكن ما بتخلش في تفاصيل لكن انا عايز اقولك يعني انا مستهدفاتي طب انا بستورد قد ايه النهاردة امح والنهاردة مستهدفاتي من المشروعات القومية للدولة النهاردة بنخلصها وبنسرع وسيادة الرئيس دايما ويعني بيقول اذا كان الوقت بياخد كذا سنة عايزين نختصر ولنص هذه المدة هدفنا ايه ان انا عايز اقامن بقدر الامكان هذه السلع ما بقاش تحت رحمة وطقة اي اضطرابات عالمية كل ما حابقى نسبة استراضي تقل كل ما حيبقى انا عندي امان اكثر واكثر 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 فهو ده فعلا اللي احنا شغالين عليه عشان كده يعني بنشتغل على التأمين سواء من الاستراض او المحلي الانتاج المحلي ولكن زيادة رقعة الزراعة المحلية من التوسع والافق اللي بنعمله في المشروع القومية الكبيرة اللي بيتصرف عليها مئات المليارات مئات المليارات بتتصرف على زي المشروعات ممكن يبقى اي حد يقول طب هو فعلا يعني الموضوع ممكن يعني الجدوى بتاعت ان احنا نعمل بالكلام ده الضخم ده هو ده من الناحية الاقتصادية ده مظبوط ايوة لان فيه عنصر امن قومي فيه عنصر امن قومي مهم جدا ان احنا كدولة كدولة كل ما حنكون قادرين انه نؤمن اكبر قدر من احتياجاتنا محليا كل ما حنكون في امان اكتر فدي نقطة المهمة اللي انا حابب ان اقول لحضرتك عليها الموضوع الاخر موضوع التعاون مع السندوق وعايز اقول لحضراتكم احنا مهم جدا كدولة نستمر دايما في التنصيق والتعاون مع مؤسسات الدولية في كل البرامج وفي كل الخطوات اللي احنا بنعملها في الاصلاح الاقتصادي ليه بيفيد مصر الكلام ده فيها جماعة بيفيدنا ان الجهات دي بتبقى بترائب وبتراجع علينا وتتأكد من صحة الخطوات اللي الحكومة المصرية بتاخدها لاصلاحات الهيكلية اللي الحكومة بتاخدها وبالتالي بتبقى فيه شهادة دولية بتطلع ان الاقتصاد المصري ده بيتحرك في الاتجاه السليم ايا كان انا هنا مش بقول ان يعني احنا بنقول يد ايه ان احنا كدولة وكل دول العالم بقت بتتحرك انا بتكلم هنا عن عالم النامي والعالم اللي في ظروفنا ان دائما بيحب ان يبقى فيه نوع من التواصل والتنصيق والتعاون مع المؤسسات الدولية علشان احنا ما بقناش في معزل عن العالم العالم كله دايما بتطلع فيه تقارير دورية بتطلع مؤسسات تصنيف اللي حضراتكم عارفين كويس قوي بدل ما كانت بتطلع كل سنة بقت دلوقتي مخليينها تطلع كل ستة شهر يعني معلش انا اقولها كده للمواطن ببساطة شديدة احنا كل ستة شهر في امتحان بتيجي نياس تراجع علينا وتمتحنا وتشوف انتم مشتين صح ولا لا فكل ما بنبدأ يبقى فيه عندنا نوع من التعاون الفني وانا عايز هنا بأكد يعني الموضوع ان انت تعاون مع السندوق مش معناها ان انا ممكن اعمل ان انا اعمل برنامج مالي او نقدي لا ده ممكن يبقى تعاون فني ويبقى بيبعثونا خبرة وبيقولونا ويراجعوا معانا وينصحونا ويدونا توجهات عشان نتحرك ازاي للفترة الجاي فهو ده اللي احنا شايفين ان ده شيء صحي جدا بصفة عامة مع كل المؤسسات واحنا منفتحين على كل المؤسسات وليس فقط السندوق ان يبقى فيه تشاور وتحاور ويمكن والنهاردة لما احنا عملنا البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللي هي الاو اي سي دي النهاردة ليه عشان برضو هذا الكلام هذه المؤسسة ليها قيمتها ومصدقيتها على مستوى العالم فلما بنبقى بنعمل برنامج وبيرجعوا وبيطلعوا تقارير عن مصر كل ما ده بيزيد من ثقة العالم في الاقتصاد المصري لان ببساطة شديدة اي مستثمر او اي واحد عايز يجي لدولة دي بيراجع ايه بيراجع المؤشرات وبيرجع التقارير ويقول هل هذه الدولة امنة ومستقرة ام لا فمهم جدا ان احنا نظل في هذا التعاون وهذا التنصيق علشان يبقى دايما عندنا البكب من هذه المؤسسات اللي بتراجع معانا وبتنصحنا وبتدينا يعني نوع من النصيحة للتوجهات المستقبلية لصالح الاقتصاد المصري وكان في النهاية هو قرار مصري بحت برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي اتعمل كان برنامج مصري بحت لكن اشتغل معنا الصندوق في المرحلة اللي فاتت وعارفين وبقى النهاردة ده الحمد لله بقى يعني بيروج على مستوى العالم كواحد من الامثلة والبرامج النكحة اللي حققتها الدول على مستوى العالم فده بيبقى شيء مهم ان احنا دايما يبقى فيه نوع من التعاون مع المؤسسات الدولية الجزء بتاع الطروحات احنا مستمرين في هذا الموضوع ويمكن حضراتكم يعني كان لسه فيه لقاء يعني مع فخامة الرئيس على هذا الموضوع واحنا بنتحرك على هذا الكلام على توسيع يعني المشاركة للقطاع الخاص الوطني وطبعا اي مستثمرين دوليين في كل الشركات واحنا يمكن كنا بنراجع المؤسسات اللي ان شاء الله هتطرح ومستمرين في هذا الموضوع باذن الله في خلال الفترة القادمة باذن الله اخر سؤال بقى ناخد اخر سؤال من ناحية دي عشان تفضلي دولة رئيس الوزر الناد عبدالسلام سيمسي عربية طبعا بنبارك معدلات النمو اللي بتحققها مصر الربع بعد التاني رغم الازمة ورغم طبعا العرضته دكتورة هالة على ان كتير من الدول بتحقق انكماش او بيتراجع معدلات النمو لكن حاجة ذكرت ان جزئية محددة فيما يتعلق بزيادة المواد المنتجات البترول ذكرت ان احنا زودناها حتى الان رغم الزيادات المتكررة تسعة وسبعة من عشرة على الرغم من زيادتها على مين اربعة وخمسين في الماية ده معنا ان احنا ممكن يعني نشوف تاني هيكل الدعم بيحصل لي اختلال بعض الشيء ولا زي الحكومة بتتحمل هذا الفارق فيما يخص دعم المواد البترولية ايضا ملف الدين الخارجي هل في نسبة الحكومة بتضح عين الاعتبار ان هي ما تتعدهاش كنسبة من الناتج المحل اجمالي ام لا وايضا ملف الخبز يعني فوت حدا ملف اكثر من مرة تحدثتم على ان هيحشد هيكلة او ان السعر الحالي غير يعني هو بتتحملوا امر يعني تكلفة كبيرة جدا على الموازنة هل هنشوف رفع لي خاصة ان الامح حاليا وتحدثنا ان هو فيه ارتفاعات دي تلات ملفات عايزين نعرف من حيك رد عليها واخيرا معلش ملف البورس المصرية نتحدث على قصدي الخبز نتحدث على المواد البترولية بنتحدث على الدين الخارجي واخيرا البورسة المصرية مش بس برنامج التروحات احنا بنتكلم على تطوير البنية التكنولوجية والادوات امام المستثمرين في ظل طبعا احنا بنتكلم على التحول رقمي ورقماني كتير من الخدمات بورسة كمان فيه من ملف ده طيب خليني اقول لحضراتك بالنسبة لموضوع المواد البترولية صراحة احنا مصر خلاص تحررت من فكرة ان انا يعني الموضوع حضراتكم عارفين وده كان احد البنود اللي عملناها من البرنامج الاصلاحي السابق وبقت فيه النهاردة معادلة سعرية احنا مرتبطين بالسعر العالمي وفيه لجنة النهاردة احنا لا نتدخل فيها كدولة كل تلاتة شهر بتجتمع وبتعلن السعر وعايز اقول لحضراتكم لازم نبقى اخدين بالنا من حاجة ان احنا اللي يهمنا ايه ان القطاع كله على بعضه يبقى متوازن يعني ايه الكلام ده يعني النهاردة في الاخر كل المنتجات مع بعضها السعر اللي بينبيع بيه يغطي التكلفة لكن وارد ان نبقى جوة المنتجات دي ما زال هناك دعم لبعض المنتجات بعينها لكن في الاخر الاجمالي كله الاجمالي كله بين ايه بيحقق نقطة التوازن وده احنا بننظر له لحاجات كثيرة جدا وخلينا اقولها لحضرتك ما هو طب احنا كان بيحصل التحرك والسولار مثلا ثابت طب ليه لان احنا عارفين كويس جدا ان السولار داخل كمكون اساسي في كل حاجة فبنبقى عيننا على حساسية شديدة ان احنا نحركه لان ده حيؤدي الى زيادة في كل حاجة فبقدر الامكان بنعمل ايه بنزود منتجات تانية عشان تعوض لزيادة اللي انا كنت عايز اعملها في السولار بقدر الامكان لكن في الاخر اللي احنا ملتزمين بان اجمالي المنتجات البترولية تكون في اطار الرقم التوازن لكن ما زال احنا عندنا دعم للبتجاز ده لوحده انبوبة البتجاز الدعم اللي موجود فيها هائل مع الزيادة الكبيرة اللي حصلت ما زال هناك دعم كبير جدا لهذا الموضوع فانا حابب ان انا بقول لحضرتك احنا بقينا بنتحرك بطريقة احنا مرتبطين بسعر عالمي وحضركم شفتوها قبل كده لما السعر نزل نزل نزلت الاسعار الوقود لما بيطلع انا مرتبط بيه ولكن انا دايما عيني على التوازن اللي بيحصل في هذا الموضوع بالتأكيد تعديل ارقام الناتج المحلي هتؤثر يعني هتخلي النهاردة الدين الخارجي كنسبة اكيد هتبقى يعني اقل يعني احنا ما زلنا حتى قبل هذا الموضوع ما زلنا كنا في الحدود الامنة هيبقى الرقم كام يا فندم لا يعني ما نعارف يعني حضرتك النسبة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة يعني كنسبة من الناتج المحلي كنا بنتكلم في حدود التلاتة وتلاتين في المية انما مع الارقام دي النهاردة بالتأكيد حيقل عن هذه الارقام ولكن ما زلنا كمصر ما زلنا في اطار الحدود الامنة فيما يخص الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي وده اللي انا عايز اكده مرة تانية كل ما الاقتصاد بتاعك بيكبر كل ما الرقم كقيمة بتبدأ نسبته تقل فاحنا ما يقلقناش ممكن حد يبص يقولك الله ده انتم كنتم مش عارف من كم سنة اربعين مليار ازاي دلوقت بقيته مية واربعين الموضوع مش كده تم هو الاقتصاد المصري كبر قد ايه كان قد ايه من اللما كان الاربعين كان حجم الاقتصاد قد ايه والنهاردة بقى قد ايه ده اللي البقيس بيه وقدراتنا وطول ما الدولة قادرة على اداء التزاماتها ما يقلقناش فعشان كده هو ده اللي احنا كدولة بنعمله دايما بالتنصيق مع البنك المركزي ان نبقى مصر والحمد لله حتى هذه اللحظة لم تتأخر في سداد اي التزام عليها في هذا الموضوع موضوع الخبز تاني يا فندم انا بأكد احنا بنضع النهاردة المنظومة ولكن نظرا لحساسية هذا الموضوع بالتأكيد بنبقى عايزين نضمن ونتأنى تماما في الاجراء اللي بناخده علشان نبقى مغطيين كل الارقام او الاحتمالات اللي هتحسن خليني بس اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا عشان نقسها وعشان نتكلم بمنتالة امانة والواقعية اخر تحريك لسعر الرغيف كان سنة تمانية وتمانية مش كده فن تمانية وتمانية وقتها ارتفع لخمسة ساغ لما كان تكلفة الرغيف سبعتاشر ارش يعني الدولة كان ساعتها تكلفة الرغيف عليها سبعتاشر ارش فراح اترفعها لخمسة ساغ النهاردة تكلفة الرغيف على الدولة ديه خمسة وستين ارش فبالتأكيد يعني لازم ان احنا ننظر ليه هذا الموضوع لكن احنا اللي بنعمله ايه النهاردة كدولة عمالين نحط مجموعة من السيناريوهات والاحتماليات علشان هدفي ايه بمنتالة امانة وانا بشرحها هنتحرك هنتحرك ولكن الهدف الرئيسي ان احنا نشوف الفئات اللي بنسميها المهمشة او الفقيرة هنعمل معهم عشان نطمن بقدر الامكان ان ما يبقاش فيه تأثير كبير عليهم هو ده اللي احنا بنتحرك فيه فعايزين بنحط السيناريوهات ولكن انا بأكد هيحصل لكن النقطة كلها ان احنا نشوف السيناريوهات اللي احنا ازاي نطمن واحنا بنعمل هذا الاجراء نبقى متطمنين ان الفئات اللي عندنا اللي بنقول عليها فئات مهمشة الناس اللي بتاخد معاش تكافل وكرامة او معاش اجتماعي او فئات غير قادرة هنعمل معهم ايه وازاي المنظومة نضمن انها متأثرش عليهم بصورة كبيرة فانا بقول لحضراتكم احنا بنعمل هذا الموضوع ولكن كل اللي عايزينه بس نبقى مطمئنين لما حناخد الخطوة يبقى بناخدها بطريقة يعني نضمن بيها ان الفئات اللي زي ما بنقول عليها الفئات اللي هي الاكثر فقرا واكثر احتياجا بقدر الامكان ما تبقاش متضررة خالص بهذا الموضوع ولكن الاهم ولازم ده ناخده في اعتبارنا ان الموضوع مش عايزين بقى نكرر تاني مرة اخرى ان يعني ان اروح عامل رقم واعود عليه تلاتين سنة لغاية اما الدنيا معنش تاني تخرب ونرجع نقول حنعمل لازم يبقى فيه دايما تفكير ان فيه نوع من التحرك الطفيف اللي يحصل بصورة منتظمة علشان في الاخر يفضل هيفضل فيه دعم ما هيفضل فيه دعم ودعم مش قليل دعم كبير ولكن يبقى الموضوع ما تبقاش الفجوة بالطريقة دي لازم يبقى الموضوع يتحط له اطار متكامل عشان لما نخرج بالموضوع ونقوله للناس يبقى واضح بصورة متكاملة فهو ده اللي يهمني في هذا الموضوع احنا بنتحرك بهذا الشكل وبنضع السيناريوهات وبنقعد مع خبر كتير على هذا الموضوع وندقق البيانات لان الاهم حاجة في الموضوع ده البيانات ابقى عارف حجم الفئة اللي ممكن عايز استمر ان انا ديها الدعم او اكبر دعم ممكن قد ايه عشان في الاخر نبقى وصل لهم في طور القرار اللي احنا هناخده لان لو هناخد القرار ايا كان توقيته لازم نبقى عارفين تاني يوم لو هناخده يبقى ازاي هنوصل للفئة اللي احنا عايزين نحافظ على استقرارها وما يحصل لهاش اي تضرر فعشان كده يعني احنا بندرس كل الاحتمالات بحيث ان ان شاء الله اول ما نطمئن الى الاكتمال الموضوع نقدر نشوف الخطوات اللي ان شاء الله ناخده في هذا الموضوع موضوع الاخير موضوع البورصة انا بتطفق مع حضرتك احنا شغالين عليه لان وجزء مهم جدا مش فقط التروحات ولكن زي ما حضرتك بتقولي التطوير وده بيحصل بصورة كبيرة جدا النهاردة في البورصة بتدينا نعمل حتى بورصات مختلفة بورصات سلع بورصات الستارتابس اللي بيطلق عليهم اللي لسه المبتدئين بحيث انها ازاي نبدأ نعمل منتجات جديدة تشجع المواطن المصري على الدخول في هذا الموضوع احنا ثقافتنا كمصريين ما كانتش منفتحة قوي على موضوع البورصات ولكن اعتقد النهاردة وده اللي الواحد شايفه الشباب الصغير ابتدى يبقى منفتح على هذه الفكرة وعايز يبقى يعني يدخل فيها فبقدر الامكان النهاردة ان شاء الله بنتحرك في هذا الموضوع انا بشكر حضراتكم جدا ومتشكرين جدا على تواجدكم يعني اعتقد النهاردة المعالي الوزيرة واللي احنا اعلناه فيما يخص معدلات النمو اللي حصلت في الربع التاني واعادة تقدير الناتج المحلي الاجمالي بتؤكد ان الحمد لله الاقتصاد المصري يعني بيتعافى وكل اللي يهمنا ان شاء الله بالجهد الكبير اللي بيتم وتوجهات سيادة الرئيس لينا دايما بمضاعفة اداء الدولة المصرية ان تستمر معدلات النمو على نفس المنوال وتزيد ان شاء الله الفترة الجاية شكرا شكرا لحضركم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة